السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يارب تكونوا بقى الفخير وصحة وسلامة ويارب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحققة لكم كل اللي انتو بتتمنوا النهاردة جايين نتكلم عن زيادة انتاج البيد بواحد من النباتات والعشاب المتوفرة في المنازل وانا دايما بحب اتكلم عن النباتات والعشاب المتوفرة في المنازل واللي موجودة عند اغلب الناس علشان اللي يسمعني يروح على طول يقدمها للطقر وما يضطرش ان هو يروح يشتري حاجة تمام يعني ما تضطرش ان انت تروح تشتري اي حاجة خالص لا انت حاجة موجودة عندك في اغلب الاحيان يعني موجودة عندك وهتلاقي على طول ايه تأثرها تأثرها كبير جدا على انتاجية البيض في القطيع بتاعك قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو اشترك في القناة فعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة او الباول ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول اه موضوعنا النهاردة عن واحدة من اهم النباتات اللي بتساعد في زيادة انتاج البيض تمام النباتات دي اه يعني كل نبات فيهم بيبقالوا فايدة مختلفة وبيزود انتاج البيض بشكل مختلف لكن نباتة النهاردة بتعمل على تنظيف دم الدجاج من السموم ذلك هي مهمة جدا بشكل ضروري برضو هي منشط وفاتح طبيعي للشهية عند الطيور يعني ممكن تساعدك في تسمين الدجاج في دورة التسمين ممكن تساعدك في زيادة انتاج البيض برضو على حسب نوعية الاكل اللي حضرتك بتقدمه للطيور بتاعتك على حسب نوعية الاكل كذلك برضو النباتة بيرفع مناعة الدجاج وبيساعده على مقاومة الامراض المختلفة خاصة السرطان لان المادة دي مضادة للسرطان فيها مواد النبتة دي فيها مواد مضادة للسرطان بشكل خاص يعني تلاقي حضرتك ايه ممكن تتخلص من فكرة اصلا اصابة الطيور بالسرطان تمام عن طريق عن طريق استخدام هذه النبتة كذلك برضو هي مضادة قوي للبكتريا والفطريات اللي بتتواجد في امعاء الدواجن وهنا نقف شوية البكتريا والفطريات اللي بتتواجد في امعاء الدواجن ده شيء متكرر وبيحصل في اغلب الاحيان ومفيش حد ما بيشتكيش منه مفيش طائر مفيش في بطنه بكتريا او فطريات او حشرات لزقاء في جلده لازم ده بيبقى موجود بشكل متكرر خصوصا موضوع البكتريا والفطريات اللي موجودة في الامعاء دايما بتحصل ومشكلتها ان هي بتخلي الطائر ما يستفيدش بالاكل اللي داخل جسمه ما عرفش يخدمه يجيله اسهالات المية اللي فيه تخلص بسرعة جسمه يتصفى من كتر الاسهالات وما عرفش يستفيد بالاكل بسبب البكتريا والفطريات تمام فمهم جدا ان احنا نقدم النبتة بتاعت النهاردة انها بتدي كل الفواية دي ولسه في فواية تانية وكلامنا عن الحلبة الحصة كذلك برضو هي بتساعد بشكل كبير في التقام الجروح اللي بتتصاب بيد الفراخ التقام الجروح وده لان فيها مضادات اكسادة زي ما قلنا اي حاجة فيها مضادات اكسادة بتساعد على التقام الجروح ومضادات الاكسادة المتواجدة في الحلبة نسبتها مش كبيرة لكنها مؤثرة ومضادات الاكسادة اللي موجودة في الحلبة غير اي مضادات اكسادة موجودة في اي نبات تاني تفاصيلها وحيثيتها وتأثيرها وقوتها مختلفة عن نباتات كتيرة تانية برضو هي مضادة قوية جدا للددان يعني نبتة دي من اقوى النباتات اللي بتطرد الديدان والديدان بتاكل الأكل بتاع الطائر يعني لو فيه ديدان جوه المعدة أو في الأمعاء أو في أي حتة الديدان دي أي أكل يدخل دسم الطائر تاخده هي على طول عن طريقه عن طريق أن هي بتمص الدم تاخد الدم الدم ده اللي فيه الغذاء اللي فيه العناصر اللي فيه الأملاح اللي فيه الفيتامينات اللي فيه إمدادات لعنقود البيت فعنقود البيت ما ياخدش حاجة ما يستفدش حاجة ويبقى ما فيش أي حاجة حصلت قلص فيش أي استفادة ده سبب الددان فالحلبة مضاد قوي لددان كذلك برضو هي بتقلل مستويات الكوليسترول في دم الدجاج وده بيطمننا ان الطائر وزنه ما يزدش ويطمننا ان الطائر ما يربيش دهون في جسمه بشكل او باخر كذلك برضو هي مهدق طبيعي للدجاج وبتهدي من التشنجات اللي بتصيب الدجاج بتهدي من التشنجات يعني ايه يعني اي عصبية او اي تطور عند الطائر على طول بيختفي لما نستخدم الحلب كذلك برضو هي بتقلل مستويات الاجهاد عند الطيور سواء الاجهاد الحراري او الاجهاد من البرد الصيف او بشتة الاجهاد عموما اجهاد العظم اجهاد المفاصل كل الكلام ده هي بتخفى بمستويات ايه الاجهاد عند الطيور كذلك برضو هي بتعتبر مضاد طبيعي للاكسادة عند الدرجة مضاد طبيعي للاكسات. يعني ايه? يعني اه مش محتاج حدرتك تشتري ادوية اه فيها مضادة اكسات. برضو هي بتزود معدل نمو الدجاج. تمام? اه رغم ان انت ممكن تكون مش بتقدم كمية كبيرة من الاكل بس هي بتخلي الطائر ياكل قليل وياخد فوايات كتيرة لانه بيستفيد من كل الاكل اللي بتخل جسمه وده بيوفر لك طبعا في الفلوس اللي على الاكل خصوصا العلف. آآ برضو هي بتحتوي على بروتين خام بنسبة اربعة وعشرين في المية اللي هو اكتر من البروتين اللي موجود في العلف. وفيها كتير من الفيتامينات والمعادن اللي بيخليها عنصر اساسي في تكوين علف الدواجن الجيد. بالنسبة لطريقة الاستعمال بتكون عن طريق ايه? اضافة الحلبة في مية. يعني هنغلي معلقة من الحلبة في مية. مدة ربع ساعة. وبعد كده بنخليها تبرد ونصفيها. ونستعمل ايه? نستعمل المية على ايه. انت مش محتاج اكتر من تلاتة ميلي على لتر المية. بالنسبة للدجاج الكبير. تمام? بالنسبة آآ لي الدجاج الصغير. تمام? اكتكيت او الصصان الصغيرة. واحد ميلي على لتر المية لمدة تلات يام متتالية. تمام? الحبوب بقى بتاعة الحلبة. تمام? بتستعمل في العلف. يعني ممكن ترشها على العلف كده من فوق. تمام? آآ وتخلطها مع العلف اللي انت هتقدمه للطيور. لو العلف ده مش هتقدمه دلوقتي ما تحطش عليه حاجة خالص. ما تخلطهش بحاجة خالص. تخلط العلف اللي انت هتقدمه بس بحبوب الحلبة. وتقدمه للطيور. هيكل الحبوب هيستفيدوا بالحبوب بشكل الكبير والفايدة هتكون واضحة عليهم آآ يعني عن قريب. الموضوع مش هيأخر بالنسبة لك. فهتستفيد حضرتك استفادات كتيرة من خلال تقديم الحلبة بالطريقة اللي ارتلك عليها. بس خد بالك انه انت بتستخدمها مرات معينة في الاسبوع. يعني مرتين تلاتة بالكتير في الاسبوع. تمام? بكميات قليلة كمكمل جذائي. ولكن طبعا مش بنعتمد عليها كغذاء اساسي. في ناس تقول لك دي فيها بروتين كتير فاستخدمها كتير. لا. هي مكمل غذائي. ده كان الفيديو. فاتلسى تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.